السلام عليكم سيتم الآن شرح درس الأول من محدثات سل الصف الخامس درس الأنماط الهندسية الآن من اسمه أنماط هندسية ملاتوا إحنا من استخدام الأشكال الهندسية في تكوين النمط الآن هذا السؤال التوضيحي لمفهوم الأنماط الهندسية عبر عن النمط المجاور شفويا ثم أختار وحدات النمط الآن لو تأملنا هاي الحلقة نحن لاحظ أنها تشكل نمط عن طريق مجموعة من الأشكال الهندسية فلو بدأنا من هون من أسفل الحلقة مثلة مربع دائرة مثلة مربع دائرة مثلة مربع دائرة إذن هذا هو النمط مثلة مربع دائرة نلاحظ أن الأشكال التي كونت وشكلت النمط هم المثلة والمربع والدائرة إذن هؤلاء الثلاث أشكال بيتكرروا في كل مرة لذا يسمى الشكل الهندسي المثلث والمربع والدائرة اللي شكلوا النمط الهندسي بوحدة النمط الآن بتنحل المثال أو نشرح المثال الأول صفحة 63 احتمادا على النمط الموضح في الشكل الآتي الآن لو نلاحظ هذا النمط بشكله الشكل الهندسي اللي هو المكعب في الشكل الأول مكعب واحد في الشكل الثاني أصبح يوجد 8 مكعبات في الواجهة الأمامية يوجد 4 مكعبات وخلفهم تماما فيه كمان 4 مكعبات فـ 8 مكعبات في الشكل الثالث يوجد 27 مكعب في الواجهة الأمامية يوجد تسع مكعبات وخلفهم كمان تسع مكعبات وخلفهم كمان تسع مكعبات هاي هون تسع مكعبات وهون تسع مكعبات وهون في الواجهة الأمامية أيضا تسع مكعبات السؤال بحكي ما عدد المكعبات الصغيرة المكونة لكل من الشكلين الرابع والخامس الخامس الآن لاكتشاف قاعدة النمط الهندسي حتى نسحل على أنفسنا لابد أنه نعمل جدول يوضح العلاقة بين الشكل وعدد المكعبات هكينا أنه في الشكل الأول كان مكعب واحد في الشكل الثاني كان ثمان مكعبات في الشكل الثالث تسا سبا وعشرين مكعب طيب اللي بلاحظه إنه الواحد تكعيب هي واحد والاثنين تكعيب هي تمانية والثلاث تكعيب هي سبعة وعشرين إذن في كل مرة أنا باخد مكعب العدد فلو بدي أطلع مثلا الشكل الرابع رح يكون في 64 مكعب اللي هي أربعة تكعيب بتساوي أربعة وستين في الشكل الخامس بدي يكون مية وخمسة وعشرين مكعب خمسة تكعيب مية وخمسة وعشرين وهكذا إذن هيك بنكون اكتشفنا وعرفنا إيش هي قاعدة النمط السؤال الثاني صفحة 64 في الشكل الأول يوجد مربع في الشكل الثاني أربع مربعات في الشكل الثالث تسع مربعات وفي الشكل الرابع ستاشر مربع اقترح طريقة لبناء الشكلين الخامس والسادس با ما عدد المربعات الصغيرة لازم لرسم كل من الشكلين السابع والثامن نفس الإشي بعمل جدول ببين العلاقة بين رقم الشكل عدد المربعات بلاحظ إنه واحد تنين أربعة تلات تسعة هلا الشكل الرابع أطاني 16 مربع إذن بلاحظ إنه الواحد تربيع واحد الاثنين تربيع أربعة تلات تربيع تسعة إذن أنا بكمل بنمط مربعات الأعداد فالشكل الخامس سيكون خمسة تربيع خمسة وعشرين الشكل السادس سيكون ستة تربيع ستة وثلاثين الشكل السابع سبعة تربيع تسعة وأربعين مسألة صفحة 65 نحتاج إلى ست قطع خشبية لتكوين شكل سداسي واحد وإلى إحدى عشر قطع خشبية لتكوين شكلين متلاسقين وإلى ستة عشر قطع خشبية لتكوين ثلاثة أشكال متلاسقة السؤال تحكي كم قطع خشبية تلزم لتكوين خمس أشكال متلاسقة طيب إحنا شوفهمنا من السؤال فهمنا إنه تحتاج ست قطع طبعا هذا الجدول لابد إنه نعمله دائما أربط بين رقم الشكل وعدد الأشكال وأفسر ليش فإذا بدي أعمل شكل سداسي واحد بحتاج إلى ست قطع خشبية إذا بدي أعمل شكلين سداسيين بحتاج إلى أحد عشر قطع خشبية طيب ثلاث أشكال سداسية متلاسقة طبعا بحتاج إلى ستة عشر قطع خشبية هلأ هون ممكن أفكر في السؤال بحله بطريقتين إحنا في هذا الدرس كإنه بلعبة بقدر أحل السؤال بأكتر من طريقة ممكن أكتشف أكتر من نمط بيعطوني نفس الجواب الآن هاي الشكل السداسي وبيتكون من ست قطع خشبية هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذن ست قطع خشبية الآن لو بدي أعمل شكلين سداسيين متلاسقين هلأ في الأصل هذا يكون ستة وهذا يكون كمان ستة بس بلاحظ أنه في عندي ضلع مشترك أو قطع خشبية مشتركة بينهم فهذا أخذ الست قطع خشبية كاملين بس هذا لأنه هاي ضلعه مشترك مع الشكل السداسي اللي قبله فبحتاج فقط إني أكمل عليه خمس قطع خشبية فالست قطع زائد خمس قطع بحتاج فعليين 11 قطع خشبية طيب لو بدي أعمل ثلاث أشكال سداسية متلاسقة هلأ في الأصل هاته يحتاج إلى ست قطع خشبية وهاته ست قطع خشبية وهاته كمان ست قطع خشبية لكن في الحقيقة عندي هذا الضلع مشترك أو القطع الخشبية هاي مشتركة والقطع الخشبية هاي مشتركة فبالتالي راح يكون عندي ستة زائد ستة زائد ستة ناقص الضلعين والقطعتين الخشبيتين المشتركات فستة زائد ستة زائد ستة 18 18 ناقص ثلاث فبحتاج فعليا قطع خشبية إذن إيش النمط اللي أنا اكتشفته إنه لما بدي أكون شكل سداسي واحد بحتاج إلى قطع خشبية ست قطع خشبية طيب فباجي بحكي ستة ضرب عدد الأشكال السداسية المتلاسقة ناقص ناقص قدش في عندي قطع خشبية مشتركة فعليا في الشكل الأول زي ما شفنا هو شكل سداسي واحد وعدد القطع الخشبية دائما ستة في عندي ضلع مشترك مع شكل تاني لا فناقص صفر إذن ستة ضرب واحد ناقص صفر لما بدي أعمل شكلين سداسية المتلاسقين زي هون فحكينا ستة في الأصل لهذا الشكل وستة في الأصل كمان لهذا الشكل فستة ضرب اثنين ناقص القطع الخشبية المشتركة الواحدة فستة ضرب اثنين ناقص واحد حداش بدي أكمل عدد الأشكال السداسية المتلاسقة لو كانوا ثلاث ستة ضرب ثلاث اللي هو عددهم رح يكون عندي تنتين قطعتين خشبيتين مشتركات فستاش طب لو كان أربعة نفس الشيء ستة اللي هو عدد القطع الخشبية اللي تكوين شكل سداسي واحد ضرب عدد الأشكال السداسية المتلاسقة اللي هي أربعة ناقص ثلاث اللي هي عدد الأضلع المشتركة طيب ايش هي الثلاث بلاحظ انه إذا كان هون عندي أربع أشكال رح أشيل منهم ثلاث قطع خشبية إذا كانوا خمس أشكال بدي أشيل أربع قطع خشبية يعني عدد الأشكال السداسية ناقص واحد طب لو كانوا ستة أشكال السداسية متلاسقة بدي أطرح خمسة طب لو حكالي ما عدد القطع الخشبية اللي بحتاجها لتكوين تسع أشكال السداسية باجي بحكي ستة ضرب تسعة ناقص ثمانية لأنه هو طالب تسع أشكال متلاسقة فأنا بشو بدي أطرح ثمانية هلأ هاي فكرة ممكن طالب آخر يفكر بطريقة تانية لحل السؤال يحكي إنه الشكل السداسي الواحد بحتاج إلى ستة لما بدي أعمل شكلين سداسيين هلأ فقط واحد اللي بدي يأخذ ستة والباق بيصيروا خمسات لأنه فعليا بدي يصير ضلع مشترك بين كل شكل والتاني فهذا بس بيكون ستة وهذا رح يكون خمسة وهذا يكون خمسة واللي بعده بحتاج إلى خمس قطع خشبية إذن لما كانوا الشكلين باجي بحكي هذا ستة زائد خمسة طب لو كانوا ثلاث ستة زائد خمسة زائد خمسة طيب مش ستة زائد خمسة زائد خمسة هي نفسها ستة زائد خمسة ضرب اثنين مش خمسة زائد خمسة هي نفسها خمسة ضرب اثنين إذن ستة زائد خمسة ضرب اثنين الأولوية طبعا للضرب فستاش بطلع الجواب طب لو كانوا عدد الأشكال أربعة معلاته الشكل الأول بس بدي يأخذ ستة والثلاث أشكال الثانية شو بدهم يكونوا خمسات فخمسة ضرب ثلاث لو كانوا خمسة بس الأول رح ياخد ست قطعة خشبية والأربعة اللي ضايلين رح ياخدوا خمسة فخمسة ضرب أربعة إذن هاي طريقة تانية لحل السؤال كم قطعة خشبية تلزم لتكوين خمسة أشكال متلاسقة حكيانا ست وعشرين قطعة من الجدول كم عدد الأشكال المتلاسقة التي يمكن تكوينها من ست وثلاثين قطعة خشبية أيضا من خلال الجدول والطريقتين بيزبطوا وبيطلع نفس الجواب السؤال الثالث صفحة سبعة وستين الآن السؤال الثالث صفحة سبعة وستين أيضا نمط بتكون من أشكال هندسية مربع كل مربع يحتوي على أربع دوائر تطلوب نعرف إيش هو النمط المستخدم في عدد المربعات الصغيرة والنمط المستخدم في عدد الدوائر الصغيرة داخل المربعات الآن منلاحظه أنه في الشكل الأول مربع واحد في الشكل الثاني تسع مربعات في الشكل الثالث خمسة وعشرين مربع نعمل الجدول يربط بين رقم الشكل وعدد المربعات الصغيرة نلاحظ أنه في كل مرة بناخد مربع الأعداد الفردية فقط يعني واحد تربيع أعطاني واحد ثلاثة تربيع تسعة خمسة تربيع خمسة وعشرين إذن الشكل الرابع بدي يكون سبعة تربيع الشكل الخامس بدي يكون تسعة تربيع الشكل السادس 11 تربيع وهكذا طيب عدد المربعات الصغيرة الموجودة في كل مربع المربع الواحد في أربع دوائر صغيرة طيب في الشكل الثاني فكان فقط يوجد أربع مربع في الشكل الثاني المربع الواحد يحتوي على أربع دوائر صغيرة عشان أعرف عدد المربعات رح أحكي أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة تسع مرات على عدد المربعات لكن بدل من جمع الأربعة تسع مرات بحكي أربعة ضرب عدد المربعات يعني عدد المربعات الصغيرة في المربع الواحد ضرب عدد المربعات الصغيرة في الشكل فأربعة ضرب تسعة هنا النمط رح يكون أربعة ضرب عدد المربعات في الشكل الكامل اللي هي خمسة وعشرين فأربعة ضرب خمسة وعشرين وهكذا تمارين وسائل صفحة 68 السؤال الثاني تطبع النمط الآتي ثم أجب عما يليه من أسئلة هلأ المثلث الأول في الشكل الأول في الشكل الثاني أصبح ثلاث مثلثات في الشكل الثالث خمس مثلثات في الشكل الرابع كل مرة يتم إضافة مثلثين في هذه الصورة مثلث مقلوب ومثلث عادي إذن الشكل الخامس شو رح يكون رح يكون نفس الشكل الرابع لكن رح نضيف عليه مثلث مقلوب ومثلث عادي في رعبة مطلوب مننا نعمل إكمال الفراغ في الجدول التالي عدد المثلثات حكينا إنه كل مرة يتم إضافة مثلثين بالنسبة لعدد الأضلاع نفس فكرة السؤال في الشكل السداسي إنه المثلث الواحد لازم يحتوي على ثلاث أضلاع طب المثلثين أو في الشكل الثاني كان في ثلاث مثلثات يعني المثلث الأول بدي يكون في الأصل إلو لو منفصلين ثلاث أضلاع وبالتاني كمان ثلاث أضلاع وبالتالت كمان ثلاث أضلاع يعني المفروض يكون عندي تسع أضلاع لكن لأنهم متصلين رح يكون في ضلعين المشتركين فتسعة ناقص ثنين سبعة وهكذا منكمل زي السؤال في الشكل السداسي يعني فعليا لو بدي أعمل زي قانون يربط بين عدد الأضلاع وعدد المثلثات بحكي عدد المثلثات ضرب ثلاث ناقص عدد المثلثات ناقص واحد ولو بدي أعمل قانون يربط لي بين عدد المثلثات ورقم الشكل بحكي رقم الشكل زائد رقم الشكل ناقص واحد طب هل هذا الحكي صحيح؟ لو بدي مثلا في الشكل الخامس في الشكل الخامس كم عدد المثلثات؟ بحكي خمسة زائد خمسة ناقص واحد الأولوية لبين الأقواس أربعة خمسة زائد أربعة تسعة إذن فعليا في الشكل الخامس كم عدد المثلثات؟ تسعة طيب لو بدي مثلا أطلع عدد الأضلاع لما يكون عندي عدد المثلثات سبعة شو بحكي؟ سبعة ضرب ثلاث واحد وعشرين ناقص حكينا عدد المثلثات سبعة ناقص واحد ستة فبيطلع معي عدد الأضلاع لما يكون عدد المثلثات سبعة هو خمسة عشر ضلعا سؤال الثالث نظمت مجسمات لتكوين الأشكال الآتية لو نتبع النمط الهندسي في الشكل الأول في مجسم واحد في الشكل الثاني أصبح ثلاث مجسمات بس كيف ترتيبهم؟ القاعدة اللي هي سيكون فيها مجسمين على رقم الشكل يعلوها مجسم في الشكل الثالث سيكون عندي في القاعدة ثلاث مجسمات واحد اثنين ثلاث يعلوها مجسمين ثم مجسم طيب في الشكل الرابع القاعدة بدي يكون فيها أربع مجسمات يعلوها ثلاث مجسمات ثم مجسمين ثم مجسم وهكذا كما في الجدول لو بدي أكمل الشكل الخامس رح يكون عندي القاعدة فيها خمس مجسمات بعدين أربع مجسمات ثلاث مجسمات مجسمين ثم مجسم ومجموحهم خمسة عشر مجسم وهكذا إذن هاي هي قاعدة النماط الهندسي في الرعبة كم مجسم يلزم لتكوين الشكل السابع بما أنه الشكل السابع معناته رح يكون عندي القاعدة رح يكون فيها سبعة بعدين رح يكون عندي ستة خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد ومجموعهم تمانية وعشرين هلأ في الرعجيم بيحكين لهل فعليا الشكل رقم 11 بحتاج أو رح يعطيني ستة وستين مجسم شو بدي أعمل بأنه رقم الشكل 11 فرح أبلش 11 يعلوه عشرة بعدين تسعة بعدين تمانية بعدين سبعة بعدين ستة خمسة أربعة ثلاث اثنين وواحد ومجموعهم فعليا بيطلع ستة وستين هذا بالنسبة لفرع جيم اشتركوا في القناة